تقريباً والناس يسألون أين السيد ولماذا الصمت سيد الموقف في الواقع ليست المرة الأولى التي تقصت فيها السيد نصر الله التزام الصمت هذا الصمت ينم عن حكمة وهذا يربك العدو أحياناً يكون التعليق في عدم التعليق فهل هذه المرة أيضاً يرى الحزب أن الصمت جزء من المعركة؟ إطلالة سيد حسن مرتبطة أما بتطور ما على الجبهة في غزة مما قد يدفع سيد حسن لتقديم رؤيته لما حصل وموقف حزب الله تقييمه لما حصل أو لا قد يحصل تطور عسكري مهم عدم الإطلالة جزء من ما يسميه البعض الغموض استراتيجي مازجاً بين الحرب النفسية وترقب الحوادث الآنية يبحث حزب الله فيما سيأتي غير متناسن ما قد مضى خصوصاً الأوضاع الاجتماعية بأي أحوال بيفوت حزب الله على الحرب برأيي أول شغل في حال هذه المناوشات الحاصلة أدت لشيء غير مخطط لألوغة وغير متوقع وبالتالي نتيجة كبيرة شريحة من الناس نعم تقول ما بقى نحمل حرب هل حزب الله بياخد هذه الأمور بعين الاعتبار أم أنه إذا إيران طلبت منه الدخول بالحرب يدخل إليها وفق الموازين الحالية الموجودة هلأ طبعاً يأخذ بعين الاعتبار ومشاناً هيك الحزب أنا برأيي عامل حساباته بشكل دقيق وأخذ بشكل دقيق كل هذه المعطيات أولاً المعطيات يلي موجودة على الساحة اللبنانية الداخلية الاجتماعية لألو لبيته وللبيئة اللبنانية والسياسية الواقع السياسي يلي منه كتير ملائم إضافة إلى أنه طبعاً المعطة الإقليمية يعني كمان بدك تشوف في المعطة الإقليمية خصوصاً أن الأمور رايحة باتجاه التسوية إذن لن يكسر صمت نصر الله إلا متغيرات أعمق من المناوشات الحاصلة فحتى الساعة لم تدق ساعة الكلام فماذا عن ساعة الحرب؟ ترجمة نانسي قنقر